قطعة السياحة تأثر بشكل كبير من جراء الأزمة ديل كورونا وتأثر ديل قطعة السياحة كيأثر كذلك سلبياً على قطعة أخرى مثل صناعة الجلد، مثل كذلك الصناعة التقليدية، مثل كذلك الصناعة الفنية وكذلك الصناعة التقافية وتأثير كذلك عنده على صناعة طيران، يعني على قطعة طيران إذن هذه تأثيرات كبيرة جداً، الآن هو في حالة توقف شاملة على المستوى الدولي وأظن أنه سيأخذ بعض الوقت قطعة السياحة من أجل التعافي إذا كانت هناك إجراءات مهمة من طرف الحكومة وإذا تعافت الاقتصادية ديل الدول الأخرى اللي هي مهمة بالمغرب غاد يمكن أنه قطعة السياحة يسترجع العافية ديله في غضون سنتين لأنه الآن كما تعرفون أن الاقتصاد الفرنسي متوقف والإسباني متأثر جداً والاقتصاد الإيطالي وكذلك البريطاني والألماني إذن هذا كل الاقتصادية مهمة جداً بالنسبة للسياحة المغربية هذا هو مرة وافد للسياحة المغربية ويعني الآن هناك ربما توجه في إطار أوروبا أنه تجاه السياحة الداخلية وتجاه السياحة البينية ربما لازم المغرب أنه يدخل قلبينا ويدخل في هذا الإطار للسياحة البينية وهذا هو دور اللي يمكنه أنه تقوم به الحكومة ولكن كذلك لا بد الحكومة تلتج إلى إجراءات مهمة وهو دعم السياحة الداخلية في علاقة مع المهنيين وهذه السياحة الداخلية ستكون بشروط مهمة جداً وتكون تحفيزها لأنه الطبقات المتوسطة الممكن لأنها تستعمل السياحة الوطنية كذلك الضرات من فعل هذه الأزمة وبعد الخرج من الأزمة سيكون هناك ربما من المسائل سواء الأسر هي السفر ولكن كذلك على الحكومة أن تأخذ قرارات فيما يخص دعم المقاولة السياحية سواء فيما يخص تأجيل أداء ديال ما يخص الدرائب تأجيل أداء القرود تأجيل كذلك المساهمات ديال المقاولة فيما يخص المسائل الاجتماعية يجب كذلك إعطاء القرود بفوائد دنيا ولا منعدمة ولكن على خمس سنوات مع تأجيل السدد لمدة سنة باش نعطيه السؤول للقطع السياحي باش يمكنه أنهم يشتغلوا الآن ويبدوا يعملوا مع العاملين مع الكل باش يمكن لهم أنهم يدفعوا في نقطة الانطلاقة يكونوا وجدين لها إلا ما عملناش هاد الأمور هذي سيأخذوا قطع السياحة ربما أربع سنوات خمس سنوات عادي رجع للعافية ديالو مع كثير منه لأنه نفقدوا الشغل في هاد المسافة هادية ونفقدوا كذلك كثير من المقاولات وكذلك غادي نفقدوا تقريبا 1-140 و 150 مليار ديال الدرهم من عائدة السياحة المستوى الدولي ما تنساش تابونا فلاشين وتاكتفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هذ براس